أهلاً 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 بيكو بصوا بقى إحنا دلوقتي عايزين نتكلم على إيه؟ عايزين نتكلم على مستقبل للاقتصاد وجزء من هذا المستقبل الاقتصادي جزء شديد الأهمية لاغنى عنه إيه هو الجزء الذي لاغنى عنه؟ هي الخدمات اللوجستية وفي نفس الوقت ما نطلق عليه كده بالتعريب يقول لك الرقمنة كل حاجة تبقى ديجيتيز طيب منتدى الأعمال في تنزانيا احفظ بس الجملة نوع منتدى الأعمال في تنزانيا طيب آفاق ومستقبل وكيفية التعاون مع إفريقيا في مجال الخدمات اللوجستية والرقمنة اللي أنا بقولك عليها فرص الاستثمار المشتركة تبقى عاملة إزاي في هذا الإطار خلونا نرحب بضفنا العزيز جداً 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 أوي خالص وصديقي القديم يعني جداً حبيب يعني دكتور رضا هلال العضو المنتدى بالرئيس التنفيذي لشركة ناتورك انترناشنال زكا دكتور أهلاً وسهلاً زكاً الأخبار الحمد لله شكراً لحضرتك Long time no see زي ما بيتقال Long time indeed صحيح للأسف الشديد خليني هبدأ الأول بإيه هو منتدى الأعمال في تنزانيا احنا بنتكلم دلوقتي عن الاستثمارات البينية ما بين البلاد الأفريقية انت لو جيت بسيت لأفريقيا دلوقتي تقدر تحطها في خمس كطاعات القطاع الأولاني اللي هو بيهتم بالدول العربية الأفريقية اللي هو بنقول عليه شمال أفريقيا كويس الجزء التاني اللي بيركز على شرق أفريقيا شرق أفريقيا ما بين كينيا وتنزانيا يوجاندا رواندا بروندي وهي دي يمكن فيه عامل مشترك عندهم كمان اللغة بشكل كبير فده جزء مهم من التكامل بالنسبة للبلدين الجزء الثالث بالنسبة لغرب أفريقيا غرب أفريقيا احنا بنتكلم على نوعين اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية زي مثلا نيجيريا وغانا واللي بيتكلموا الفرنساوي اللي هو الفرانكوفون الفرانكوفون تقريبا 18 بلد من السنجال للكاميرون لكودفوار لتوجو وهكذا الشك الرابع احنا بنتكلم على جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا هنا مقصدش البلد أقصد المنطقة بتاعت جنوب أفريقيا تقريبا بنتكلم على 15 بلد ودول ليهم برضو تكتل اقتصادي فإحنا لو اتكلمنا على التكتلات الاقتصادية اللي موجودة داخل القرى الأفريقية تقدر تحصرهم في أربع أو خمس نطقات وبالتالي المنتدى الاقتصادي في تنزانيا بيهتم بالتجارة البينية وبرضو سبل التعاون في الاقتصاد اللي من ضمنهم الاقتصاد الرقمي وده نقطة اللي احنا هنغطيها النهاردة حلو جدا طيب تعالي بقى هنا وحنا بنتكلم على الاقتصاد الرقمي أندي فرصة ريبليس أو أننا بدل الكاش بدل الفلوس البانك نوتس هيبقى عندي حاجة من اتنين يا إما البطاقات بأنواعها المختلفة أو مؤخرا ابتدى الناس ما تبصش للبطاقات بقت كل حاجة موجودة على التليفون فبالتالي دلوقتي أن الـ ID بتاعتي بقت موجودة على التليفون البطاقة الاقتمانية أو بطاقة الخصم المباشر موجودة على التليفون الوالد بتاعتي لو أنا بتعامل مع شركة اتصالات موجودة على التليفون فبالتالي ده الشك الأولاني من الرقمنا الشك الأولاني من الرقمنا ليه علاقة أننا يبقى أنا كمواطن عندي الـ opportunity أو الفرصة أننا ما شيلش فلوس أن كل حاجة تبقى موجودة يا إما في بطاقة يا إما موجودة على التليفون الشخصي بتاعي الشك التاني أننا يبقى عندي منافذ أقدر أستخدم بيها البطاقات أو التولز اللي موجودة عندي على التليفون يعني أنا عندي البطاقة ده شك بس هستخدمها فين ده الشك التاني فبالتالي لما تيجي تبص لمنظومة الرقمنا أو الـ digital transformation التحول الرقمي والشمول المالي ده ليه علاقة أننا نغطي الشكين بشكل متساوي يبقى أنا عندي الـ tools الـ cards اللي موجودة والـ wallets والشك التاني أننا يبقى عندي التجار من أول شركات التيران للـ super market للبقالة يبقى عندهم وسيلة أنه هو يقبل المنظومة الإلكترونية للدفع بشكل ميسر وبسيط بالنسبة للمواطنين هايل هنا بقى بيجي دور Network International بتعمله إيه؟ بنعمل إيه؟ هتربط كل ده إزاي؟ يمكن Network International بشكل بسيط إحنا بتدينا تقريبا من 30 سنة في دبي ابتدينا بتركيز على بلد واحدة ويمكن بنكين كنا بنديهم الـ support يعني إيه؟ يعني إحنا كنا بنعمل كل حاجة ليه علاقة برقمنة بطاقات الاقتمال والدفع المباشر والخصم المباشر النهار ده إحنا عندنا تقريبا تواجد في أكتر من 50 بلد منهم واحد من المكرات الرئيسية بتاعتنا في القاهرة زائد إحنا بنخدم 220 بنك ومؤسسة مالية وشركات اتصالات شركات حكومية وشركات فنتكس علشان تقدر تقشو اللي إحنا بنتكلم عنه الكارد أو الوالت ده شك أصيل من شركة نتو الشك التاني إن إحنا بيبقى عندنا الـ infrastructure أو البنية التحتية علشان نأهل السوبر ماركت أو بمعنى أصحي التجار سواء enterprise أو شركات كبيرة أو شركات صغيرة أو متناهية الصغر إنه هو يبقى عنده الإمكانية إنه هو يقبل بطاقات الاقتمان ودي ممكن تبقى عن طريق البوس ماشين اللي أنت بتشوفها لما بتروح تدفع حاجة بتلاقي الماشين اللي أنت صحيح الـ POS لكن دلوقتي الـ POS مكلفة شوية فبالتالي إحنا بتدينا دلوقتي يبقى عندنا الحلول الجديدة إنه هو أنت مش محتاج كتاجر أن أنت تشتري POS أن أنت دلوقتي ممكن تنزل الـ application على التليفون عندك وبالتالي أنت مش محتاج تعمل investment زيادة التليفون بتاعك بقى هو الماشين بتاعتك اللي تقبل عن طريقها وسائل دفع الإلكترونية فإما لو أنا معايا كارد فنقدر أحط الكارد عن التليفون بتاع التجر هيدفع بالضبط أو أنه نقدر أعمل بالتليفون اللي نقدر نسميه بالصحيح إنه لو أنا أستخدم تعبير غلط هقدر أعمل wire transfer على طول يعني هتروح على الوالت بتاعته هتروح على حسابه المصرفي أين كان صحيح صحيح وهنا يمكن من الأجزاء المهمة اللي حصلت أو أقدر أقول التطور اللي حصل في الفترة الأخيرة في السوق المصري المبادرات بتاعة الحكومة وبتاعة البنك المركزي يعني لو خدت مثال insta pay insta pay دلوقتي إنه هو الناس بتحول لبعض بشكل بسيط خالص لحظيا الكلام ده ما كانش موجود قبل كده فإحنا دلوقتي بناخد اللي احنا اتعلمناه في كل الأسواق اللي احنا موجودين فيها سواء في دبي في جنوب أفريقيا في نجيريا في غانا في الأردن في السعودية وبنتبقه مش بس في مصر وبنتبقه في مصر وبناخد التجربة دي بنأهلها إن هي تبقى مناسبة لباقي الخمسين بلد اللي احنا بنخدمهم في أفريقيا كويس طيب هرجع على نقطة صغيرة بما إنك ذكرت مثلا application زي insta pay insta pay والdigital wallets اللي هي تابعة للشركات الاتصالات المختلفة بيبقى لها حدود قصوة في التحويل صحيح فلو أنا عايز أعمل عملية تشجيع تجارة بينية ما بين البلاد وبعضها ويوسف عاوز يصدر لريضا وريضا عاوز يصدر لجون وبتقى صديقنا المشترك برضو إلى آخره ده معناها إن احنا هنحتاج تحويلات بسقف أكبر من كده صحيح هنعمل إيه من خلال برضو نتورك انتناشنال هنا إحنا عندنا إحنا طبيعة الإعلاقة عندنا في نتورك انتناشنال إحنا مسكين الشركين بتاعة الـ digital payments أو التجارة الإلكترونية يعني إيه؟ يعني أنا هآهل يبقى عندي الإنفرستركشور بدل ما كل بنك وكل شركة فنتك تروح تعمل investment بملايين الدولارات علشان يبقى عندها الإنفرستركشور أنا بعمل بنية تحتية مشتركة بحيث إن هي تخدم كل الشركات العاملة في المجال ده فبالتالي هو يركز على النقطة المهمة إن هو إيه؟ إن هو يزود الشمول المالي المواطني ده شك الشك التاني إن أنا بدي بنية تحتية تانية تبقى مؤهلة إن أنت رقم واحد يوسف أو ريدا يروح النهاردة يقدر يستخدم ياخد القهوة بتاعته أو ياخد الأكل بتاعه ويدفع تقعد في مطعم تاخد اللي أنت عايزه وتدفع مش محتاج إن أنت يبقى عندك الفلوس موجودة في الوالتس بتاعتك وبمعنى أصح تاني إن أنا يبقى عندي دلوقتي الكارت بتاعي اللي موجود هنا مش لازم أروح أشوف أنا في دولار ولا في يورو موجود ولا مش موجود أنا هروح في أي مكان دلوقتي مدام هي إنترناشنال سكيم أوع عليها بمعنى أصح قابلية إن هي تستخدم في الأسواق التانية فبالتالي نتورك انترناشنال بتعمل البنية التحتية أو بتأهل المنظومة نفسها إن هي يبقى عندك opportunity إن أنت تروح تصرف أو تستخدم التولز بتاعتك دي في كل البلاد طيب بأهل البنية التحتية بمعنى أنت اللي بتعمل البنية التحتية أنت كان نتورك انترناشنال أعمل البنية التحتية جوه البلاد الخمسين أو الستين بلد اللي بتعامل معهم ولا أنا بهوست السيرفرز اللي بتخدم كل البلاد دي يعني ولا أنا بقى إيه السلوشن أنا هقولك يمكن هي حتة شك تكني شوية بس أنا هدخل بيها بشكل مبسط خالص تمام أنت دلوقتي عندك البنية التحتية معناها أن نبقى عندك شركة التلكمز نفسها خطوط الاتصالات موجودة لأن هي دي اللي هتأهل الاتصالات ما بين حتى الماشينز وما بين البنوك وما بين الاتمز اللي موجودة ده شك الشك التاني دلوقتي أنا كنتورك بعمل إيه أنا عندي البلاتفورمز عندي السيستمز وعندي السيرفرز اللي بهوست عن طريقها كل الديتا اللي ليها علاقة بالمواطنين اللي هو عندهم الديجيتال والتس أو الكروت سواء كروت اقتمانية كروت خصمه مباشر أو مسبقة الدفع والناحية التانية بالنسبة للتجار الباست ماشين دي لازم تبقى مربوطة بسيستم السيستم ده هو بيعمل حاجتين بيقبل الترانس اكشن بس في نفس الوقت لازم يأمن المنظومة كلها صح علشان محدش يبقى عنده قابلية أن هو يختارك سواء للمواطن عندي أو سواء للتاجة فإحنا بنعمل المنظومة كلها في الشق ده تغطي الفاليو تشين أو بمعنى أصح المنظومة المؤهلة للدفع الإلكتروني في خلال الخدمة اللي احنا بنقدمها للمواطنين والخدمة اللي احنا بنقدمها للتجار طب ده معنى تتشهود أكيد دي استثمارات تخض صحيح يعني أنت هتوفر على البنوك وهتوفر على شركات الاتصالات وهتوفر على التجار إلخ 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 إن هم يضخوا الاستثمارات بتاعتهم بشكل مباشر في إنه هو يبني المنظومة بتاعتهم صحيح فإحنا هنا بنتكلم على حجم الاستثمار بيصل إلأ قد إيه يمكن في خلال الكام أسبوع اللي فاتوا إحنا رقم واحد المركز الإقليمي بتاعنا في مصر من أكبر المراكز الإقليمية اللي موجودة عندنا في الشركة الأوسط وأفراكي فيها تقريباً 700 زميل بيخدموا أكتر من 160 بنك في أفريقيا في أكتر من 45 بلد بس نبتدي بإداء الشرك اللي إحنا موجودين فيه النهاردة إحنا عايزين نطور الموضوع وعايزين نزيل الاستثمارات إحنا يمكن أعلننا مؤخراً عن زيادة الاستثمارات بتاعتنا في مصر إن إحنا هندخ مليار جنيه مصري زيادة في الفترة اللي جاية علشان نعمل ثلاث حاجات رئيسية الحاجة الأولى إن إحنا هنجيب التكنولوجيز بتاعتنا اللي موجودة ليتس تكنولوجيز زي ما بيقولوا هتبقى موجودة هنا في مصر علشان تخدم السوق المصري بس برضو علشان يبقى مركز عندي أخدم به باقي الأسواق في أفراكي عن طريق مصر ده الشك الأولين بتحول مصر الهب صحيح الشك التاني إن أنا بأهل الكوادر اللي موجودة عندي في مصر إن يبقى عندها الإمكانية مش بس إن هي تتعامل مع السوق المصري بس إن هي تتعامل مع أكتر من خمسين بلد وتخدم أكتر من مئتين وعشرين بنك ومؤسسة مالية وشركة فينتك في الأسواق اللي إحنا بنتعامل معها الشك التالت إن إحنا في خلال السنتين اللي جايين هنزود عدد الماشين يعني بالذكر إحنا بتدينا مؤخرا بيزنس لاي إن هو خدمة التجار خدمة التجار ده إن إحنا يبقى عندنا اللايسنس إن إحنا نقدم فيها خدمة مباشرة للتجار يمكن نبتدينا من حوالي كم شهر في خلال السنتين اللي جايين إحنا محتاجين نوصل لمئة ألف ماشين موجودين في السوق المصري والمئة ألف دول هيبقى موزعين على المدن الرئيسية أكيد بس برضو مش هننسى إن لازم نبتدي نبص للمدن التانية بمعنى إن أنا يبقى عندي في الصعيد إن أنا يبقى عندي في صحيح بالزبط كده بالزبط فدول التلات نقطة اللي إحنا مركزين عليهم الفترة اللي جاي علشان كده هنقوم بدخ مليار جنيه علشان نزود القابلية بتاعتنا إن إحنا نخدم السوق المصري بشكل أحسن الفترة اللي جاي طب ده كلمة ممتاز هيخدني على هنا لازم يبقى بالتأكيد في دور هتلعبوه مع الحكومات أو بالأدق الحكومات هي اللي لازم تلعب دور معاكو في تسهيل عملية التشبيك الناتوركين دي صحيح هيبقى إزاي يمكن أنت لمست نقطة مهمة جدا لما بييجي الريجليشن أو بمعنى أصح أطر الحوكمة بالنسبة للمدفعات الإلكترينية يمكن مش من فترة بعيدة من 10-15 سنة كانت النات بيزبص للموضوع إنه هو مش آمن دلوقتي بقى العادي إنه هو معظم الناس اللي عندها أكسس لبانك بقى معاها بطاقة تستخدم وابتدى يعرف إنه هو أأمن من إني أشيل فلوس يعني أنا عندي وسيلة دفع إلكترونية دي أأمن ليه؟ لأنها تحت مظلة الشمول المالي اللي احنا بنتكلم عنه بس تاني أنا عندي أكتر من لير علشان يحمي العمل من أي اختراق دي رقم واحد دي رقم اتنين بالنسبة لأطر الحوكمة والتشريعات بتاعة البنوك المركزية وأنا هدي مثال يمكن البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري ماشي على خطة سبتة وسريعة في الفترة الأخيرة علشان يأهل البنية التحتية علشان يعمل توعية للمواطنين للشمول المالي علشان يبقى عند البيئة الجذبة للاستثمار زي ما احنا بنتكلم وقاعدين النهار ده أنا لو ما كانش عندي ثقة في الأطر الحوكمة والتشريعات اللي موجودة وشايف إن البنك المركزي ماشي على خطة سبتة نحو تسارع وطيرة التحول الرقمي ما كنتش هبتدي أفكر إن أنا أزود الاستثمارات بتاعتي بالشكل ده بسمس مش كده أنا موجود في خمسين بلد فبالتالي لازم أنا يبقى عندي قابلية إن أنا أتماشى مع تشريعات البنوك المركزية والحكومات بتاعة الخمسين بلد اللي أنا شغال فيه طبعا فبالتالي هي يعني الموضوع التوافقي مش بس علي أو على الحكومة أو على البنك المركزي هي بيبقى كل واحد ليه دور في المنظومة بيعمله بشكل يأهل المنظومة كلها إن هي تخدم المواطنين تخدم الشمول المالي والأهمية بتاعته لو إحنا جينا تكلمنا ليه أهمية الشمول المالي وليه الحكومات عموما نبتدت تبص عليها والبنوك المركزية لو خدت أفريقيا كمثال أنت عندك تقريبا من 34 ل 36% من الاقتصاديات بتاعة أفريقيا موجودة في الاقتصاد الموازي يعني إيه اقتصاد موازي؟ يعني محدش شايفه يعني الحكومة ملهاش أكسس عليه يعني ما بيدفعش درائب يعني محدش عارف هو بيعمل إيه مفيش الشفافية اللي موجودة لو أنت خدت جزء من ده وابتديت تحطه في الاقتصاد الرسمي بتاع الدول ده ليه تأثير مباشر على الجي دي بي أو الجروث بتاع الاقتصاد الناتج القومي الإجمالي للبلاد نفسها بيزيد كل نسبة أنا بزودها في الديجيتال بيمينز بيقابلها نسبة بتزيد في الناتج القومي الإجمالي للبلد فبالتالي أهمية التحول الرقمي مش بس للمواطنين أنها تبقى المنظومة سهلة مش بس للتجار علشان يبقى عنده قابلية أنه هو يستقبل مدفوعات أكتر وأنه هو يستقبل عدد مشتريات أكبر بس للبلد للاقتصاد نفسه اللي هو بيعيد في الآخر على المواطن أنه يبقى عندك وسيلة تسرع بيها وطيرة الجروث أو التحول بتاع الناتج الإجمالي للبلد اللي أنت موجود فيه طب حلو جداً جزء من اللي بنتكلم فيه ده بالتأكيد هيساهم في نمو التجارة الداخلية بتاعة البلاد اللي بتشتغلوا فيها داخلياً هيساهم كمان ويمكن عايز أفهم أكتر في ده بقى هيساهم كمان في مسألة التجارة البينية ما بين البلاد وبعضها أنا هدي مثال قريب يمكن ابتدى يمكن حصل عليه أنوسمانت النهاردة أو مبارح في السوق المصري يمكن أعتقد دلوقتي الحكومات كانت قبل كده بتعتمد بس أن هي بتآهل البنية التحتية بتاعتها علشان تخدم المواطنين وعشان الشمول المالي يمكن الموضوع ده باين أكتر في أفريقيا علشان نسبة المواطنين لهم أكسس أن هو يعرف يروح وعنده بانك أكاونت ويعرف يتعامل مع البنك نسبتهم قليلاً بالنسبة لعدد السكان فبالتالي ابتدت تبص دلوقتي أن أنت إزاي أن أنا أبتدي أعمل شراكات ما بين الدول المبعدة أنا النهاردة موجود في مصر عندي أنستابي ليه ما استخدمش الكلام ده مع شركة المدفوعات الوطنية في السعودية ما ده سعودي بايمتس ليه ما روحشي أفتح النتورك بتاعتي في الإمارات ويبقى عندي اللي موجود هنا يعرف يتعامل بالمنظومة هنا بس في نفس الوقت لما يروح دبي أو يروح أبو دبي والإمارات يبتدي يشتغل كأنه موجود في مصر وهكذا فدي بس مش هتسهل دي هتزود التجارة البينية فطبعاً ده كلام صحيح جداً وفي نفس الوقت هتخلي القابلية بتاعة الناس أن هي تستقبل وتبقى موجودة في رحلة التحول الرقمي بشكل أصر هو عاوز هيبقى عايز يعني من خلال الحلول اللي بتقدمها النتورك انترناشنل لو افترضنا أن أنا بصدر شيء ما وردى بيستورد شيء ما وافترضنا جدلاً أنه إحنا برا الاقتصاد الرسمي لحد دلوقتي فلا ده أنا هابقى كده عاوز أجري وروح وأسجل ويبقى فيه عندي أوراق ويبقى فيه عندي بانك أكاونت ويبقى فيه عندي كل حاجة ماشية بالمضحية عشان أعرف أحولك الفلوس وأبعث البضائع بتاعتي أو أعرف أن أنا أخذ منك بضائع إلى آخره أياً كانت أنواعها وهكذا وفي نفس الوقت كمان ده صحيح 100% طبعاً بس في نفس الوقت لما نيجي نتكلم على شق تاني دلوقتي عدد الناس اللي ابتدت تتكلم دلوقتي النهاية بقى فيه ناس كتيرة بتسافر فالناس الكتيرة اللي بتسافر دي بقى عندك فرصة كمان أن أنت مش محتاج تسافر دلوقتي علشان تشتري بضائعه من أي حتة الإي كوميرس اللي هي بيتكلم عليه أو التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية دلوقتي أنت محتاج كان قبل كده لو أنا عندي مشكلة في الدولار فأنا مش عارف أشتري حاجة دلوقتي أنت مش محتاج ولا تعمل ده ولا تسافر أنت دلوقتي على شركات الإنترنت تمام أو مش عايز أذكر يعني إسم حاجة صحيح فالبلاتفومز دي بالزبط كده أنا هدخل عليها عندي وسيلة الدفع الإلكتروني بتاعتي هشتري الحاجة والحاجة هتجي لي وأنا موجود في مصر قبل كده لو أنا ما عنديش التول دي لو أنا ما عنديش ده فأنا مش هيبقى عندي قابلية أن أنا أعمل الكلام ده طبعا طبعا فبالتالي المهمة الأساسية بتاعة نتورك أنها تسهل منظومة التحول الرقمي ده رقم واحد رقم اثنين أنها تبقى شريك أساسي في التحول الرقمي مع البنوك المركزية والحكومات حلو أنها تعمل البيئة للبنوك وشركات الفينتك علشان تستخدم يبقى إحنا كلنا بدل ما كل واحد بيستثمر على حدة يبقى الاستثمار بتاعي يبقى لي عائد مباشر على البنية التحتية اللي موجودة وفي نفس الوقت أهل الميرشنط التجار الصغيرين أو الكبار أن هما يبقوا داخل المنظومة الدفع الإلكتروني هايل 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 رضا كما جارت العادة أنت بتبهرني يعني بقلنا أصحاب 8 سنين فبتبهرني الحقيقة لا تقصف على الهاري كما جارت العادة أنا عايز أشكرك جدا 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 السلوشن اللي بتقدموك ناتورك انترناشنال ده السلوشن عبقري بصراحة كل شكر لك شكرا لحضرتك جد شكرا شكرا دكتور رضا هلال عبد المنعم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتورك انترناشنال أفكار برضو أفكار ويديف فلوس من هنا لحد بعد بكرة بصوا هو كلام مخلصش بس أكيد عايز تمر سواني يكون موجود معانا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا بقى فلو كلنا العمر اتقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلمان